ماذا عنديك؟ غازي جيد هيا ما عندك؟ والله عندي اكتو جديدة بش نحل بها قوس وبعض التساؤلات بش نحكيو عالفن والسياسة وان جنرال لكن الاكتو بيونسي وكاميلا هارس وين نحطك يا طبق الورد وفقا لصحيفة امريكية بيونسي تحب تطلع معها كاميلا هارس سورسين بيونسي اللي كانت تتعبر ديم على ميولاتها السياسية اعطات الموافقة الرسمية متاحة لحملة هارس لاستخدام الاغنية الشهيرة متاحة افريدوم انذكروا اللي الاغنية هذه عملت 1.8 مليون مشاهدة على منصة يوتيوب بيونسي المعروفة بموافقة السياسية كما كنتم قولكم شركة قبل في حفل تنصيب اوباما سنة 2009 مثلا دعمت هيلاري كلينتون عام 2016 جو بايدن كيف كيف في 2020 السبب المعلن لبيونسي هو انه ما فما حتى مرأة اتمكنت من الوصول الى منصب الرئيس في امريكا الموضوع هذا حبيت نطرحه مش نحكي شوية على علاقة الفن والسياسة الباحث والاكاديمي المعروف السوداني النور حمد خدم برشة على السوجة هذا وقال لك العمل السياسي الممزوج بالفن كان موجود في المجتمعات البشرية منذ بداية التاريخ من قديم الامزل مهوش جديد وبيونسي اللي تعمل فيه مهوش بدعة بدرة العلاقة بين الفن والسياسة اتشكلت منذ زمن طويل فقد كانت تلك العلاقة موجودة من ايامات افلاتون واحنا جايين مع مرور الزمن ولا الفن مثلا ناخدو انا اكزامبل تابع للكنيسة نتذكروا بريود وقتها الكنيسة كانت مسيطرة على اوروبا واستخدمت الفن في ايصالة ريسالتها الدينية نتذكروا الاغاني الفنية اللي كانت استعمل فيهم الكنيسة بيش توصل الرسائل الدينية كيف كيف زادة حتى عند القبائل اللي موجودة في ادغال غابات افريقيا الزعماء امتاحا كانوا يطلبوا الود من الفنانين بش ينشروا امجادهم بين افراد القبيلة لكن القمة في هاته العلاقة بدأت منذ اندلاع الثورة الفرنسية نذكروا شوي بفلسفة الانوار فولتير جون جاك روسو وغيرو من الفلسفة اللي لفهمناهم كتاب مفكرين وغيرو ناخدو الفنانين مثلا الرسامة اليزابيث لويس ناخدو الرسامة جاك لوي دافيد كانوا لكلهم هذوما خدموا الفن ممزوج بالسياسة العرب زادة كيف كيف قبل كانت معظم الانظمة العربية تقوم على نظريت الحزب الواحد ولكن بنزعة قومية عربية لذلك استخدم النظام العربي الفن في تعزيز الاستبداد بالطريقة والاستراتيجية نفسها اللي استخدمها النظام الشيوعي بيكاسو نذكروا اللوحة الشهيرة متاعه غارنيكا اللي استنكار القصف الجوي على بلدة غارنيكا خلال الحرب الاهلية الاسبانية نذكروا كيف كيف فما الاجزامبل متاع الفيلم الشهير فارنهايت اللي حكي على هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة في العرب عن فيلم متاع جمال عبد الناصر عن الكتاب بين القصرين للأديب الراحل نجيب محفوظ عن المسلسل الاماراتي خيانة الوطن لكن في هذا كله يبقى فما سؤال كبير ما تروح هل يجب على الفنان اليوم أنه ياخذ مواقف سياسية واضحة وواضحة للرأي العام أم أن السياسة تلوث الفن؟ هذا الأخبار اللي جبتوا أنت يا غازي العلاقة ما بين الفن والسياسة لأي؟ في العلاقة بين الفن والسياسة الفن السياسة الفن يأثر برشة على السياسة مش بنعتي أنا أمثلة من السينما مثلا فيلم شالي شابلن عام 1940 ديكتاتور العظي ورا فيها الدكتاتورية اللي يعمل فيها هتلر في الحرب العالمية وعملها على برشة عباد وقتها برشة من الناس فهموا الدكتاتورية شنية هاي كيفاش الظلم كان يسير ولا فيلم جيافكا اللي يحكي على الاختيال الرئيس الأمريكي جون كينيتي اللي نولت السلطات الأمريكية خرجت معانيتها الأبحاث وخرجت الملافات ووقتي هاي كانت سراي كنت معانيتها معمال بوليميك خرجتني ووليت سراي رأوا السينما يوصل ولا الفن ككل رأوا اما يوصل ميساجي اما يوعي انساني اما يبدلوا الفكرة متاعه على حاجة معاين والتأثير متاع المشاهير في السينما ولا في الفن ولا اي حاجة رأوا قادر انه يبدل حملة متاع انتخابات مثلا على الحملة الانتخابية طو قادر انها تتبدل بأي واحد يزيد من مشاهير يخرج يقول مثلا راني معاه هذا ولا راني معاه هذا بيبليك متاعه الكل بشي يجي مع السياسية ذاك حتى يكون هو عنده فكر انه خايبة يتابع الانسان اللي هو يحبه يتابع الانسان اللي هو يراه مثلا في برشة افليم ولا راه عمل برشة موزيكة يحبه ولا يتابعه ويمشي زاده يفوتي الانسان ذاك واحنا هنا من الانفليونس انتي هذا يتسمى الانفليونس متاع الفنين على الجماهير السياسية ولا على الشعوب من الانفليونس هنا بش ننجز على الفوضى اللي صايرة على المواقع التواصل الاجتماعي عنا مدة حادي نشوفه في محتوات رديئة اللي صارت عليهم حملة كبيرة وكبيرة برشة اللي عبدالكل خرج التحكي والدافع على النوع هذا من المنصات نحكيه هنا نحكيه على كلك سواء على الاغيزو سوسيول حتى في الاعلام ومن بينهم احنا اللي زاده كنا طرقنا للموضوع هذا واستنتجا ان يمفهم حتى حد عاجبه المحتوى هذا ومن بعد نلقاوا بيان اللي هابطته وزارة العدل في البيان هذا نلقاوا للمحتوى لتعارض مع الاداب العامة والاخليق بش يتخذوا ضدوا اجراءات قانونية للتصدي للنوع هذا من الممارسات هذا اللي اذنت بها وزارة العدل وبش نحكيه زاده على عالم موازي لا فيها قوانين ولا فيها اجراءات لا فيها كبس كبس في التيك توك ولا فيها عركة في اللايف بين فلانة وفلتانة على فلان راجل فلتانة في لندن اكثر من اربعمائة شخص قروا ينحيوا التليفونات لمدة 24 ساعة بش يقدموا حاجة تفيد البشرية وخيتوا فيهم دي كوفيرتور اخطاوات للناس اللي المتشاقين اللي ما عندهمش اديار وللناس المستحقين والفقارة وفي اطار هذا الكل بش ناجعو سده هنا للمراوحة ما بين العالم الموازي وما بين احنا هنا في تونس كيفاش قاعدين نتعطاو في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين ثمانية وعشرين اكتوبر بطاقة ايديع بالسجن في حق خمسة من صناع المحتوي نحكي هنا على اي حالة على انظار المجلس الجينيحي لمحاكمتهم من اجل تهم تتحلق بالتجاهر بالفحشية ومضايقة الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من التهم ذات السبغة الاخلاقية دونك القانون هذا كنه بات دير نغمو كما حكيت لكم في البيان هنا انا جوز حابيت نترق للزوز اخباري ذوما والزوز المواضيع ذوما باش نحاولوا نشوفوا الفرق في الكونسوماتيون خاطر الغيرزو سوسيون موجودين غادي وموجودين هنا لكن كيفاش تتعامل مع الغيرزوز سوسيال هذا كيفاش شنوا تهبط شنوا المحتوى العباد وشنو ما الحاجات اللي تحطوا لهم كومنتير وجادور وجيم في ما بين الزوز عوالم فرق كبير هنا قاعدين نشوفوا في العباد تحب على الانحيطات وتحب على المحتوى الغير اخلاقي اللي كيما قلت يكبسوا فيه ويبعثوا في الدوار ويبعثوا في الصيودة في التيك توك لكن من الجهة اخرى في العوالم الموازية المواقع التواصل الاجتماعي يستعملوها بشي حاولوا يفيدوا البشرية بشي حاولوا يفيدوا المجتمع امتاحوا كلكو سواء بنوعية كيما هكا من الزاكسيون ولا بنوعية من المبادرات اللي يفيدوا بالحق اكثر من شخص دايرين بيك فرد واقتانيس واللهي حلو برشة الحقيقة السوجة هذي خاصة في تونس بش نرجع معاك في تونس على خاطر خرجنا بحرية التعبير اللي نسخايبوا احنا معنا هذي طريقة او وسيلة متاع حرية التعبير خرجنا بها اللي نخلطنا للبؤس اللي احنا نقولولو بؤس واللي هايا الكل الباد بؤس الباد بؤس اوكي شاتينا ببين البؤس والباد بؤس اكيد اكيد هني نلقاو اه كو غيلاسيون في تونس ما بين الشهر والبوفور والفلوس التونس اليوم يلقى بلاتفورم اجديدة اتحلت قاعد الوش عالشهر اللي هي بش تجيبلو بعض بوفور والبوفور اذاك بش يجيبلو فلوس من حرية الشخص الاخر هنا رو تتعاقب قانوني وما فالباس كان القانون ينظمنا شوية للحاجات هذي وحتى مش كي بش تبغي لك انا نحكي هنا زده حتى على المحتوي تلوث بصري ولا يعني انا كنتفرج في محتوي اكيد كان نتقلق هنا شخصيا وحتى نحكي هنا على الجنراسيون اللي جايين اللي بش يتعلموا منك خطر انت المشكلة توا في تونس انو اي صانع محتوي واي انستغرام ولا يسمى الفلوسوخ ولا الفلوسوس اللي هي هي رأي كلمة كبيرة برشة اذاك نحكي هنا على الفلوس كما كنت احكي انت لو اي ولا غازي على الفنانين اللي قدموا في الفلوس للشعوب اللي نجموا حتى يتحكموا في السياسة بلدان معنى فرق كبير بين الفلوسوس اه البره ولا ممثلة ولا فنانة التاند حملة انتخابية والا اللي هنا تعمل محتوي كمنى الرو فيه في في الهايفا. والجسد طحنة زادة في الفخم تع الرد اللي هو معناه انتي شنع وعمتلي حاجة. دهو كان نحضل الفيديو ونجاوبك بنفس الطريقة واللي هاي بش تخليني انتي الاخر يجيب والاخر يجيب وفيديوهات هكاكة والشعب التونسي ضايع. لوعي. في العالم قريب الخمسة مليارات عندهم سمارتفون. نعم. وبمعدل ثلاثة سواية وخمسين دقيقة الانسان يكون في التليفون. هذا معادل العالم مثلا في اندونسيا ستة سواية يستعملو فيه. راو التليفون كتستعمل برشة سوشيال ميديا راو خليك ما تعملش برشة تجارب. مثلا عادي تفول صغيرة بدأ نهار كامل سكرولي على انستغرام ونجمش يخرج يا له. يبدأ عنده حالة نفسية في اكتئاب. على خاطر مثلا يشوف فلان ولا فلان هاو في بلاسة بيهي. هاو في بلاسة كذيه وفي بلاسة كذيه. راو ما يوريه وكان الحاجة بيهي ما يوروش الحاجة الخايب. ونزده راه اللومو موش راو جوز للعبيد اللي تحاشيكم وصمحوني في الكلمة التفاه. مواللوموش كان اللي يعملو في التفاه. حتى العبيد قاعدة تفرش فيه. شمعناتها بايه. احنا الناس كلنا عرفوا الانسان هذاك يعمل في التفاه. شمعاتها اثلا في اللايف بتاع تيكتوك نقو ميتين الف واحد يتفرش. ميتين الف واحد هما بيتهم بعض نقوهم عمدين كومنتاري قلو نحونا من الحاجات هذوم. رازي. ما نتوافقش معلو اي فراي اللي كان يحكي فيه. هنا ما نجمش اللوم على العبيد اللي قاعدة تتفرش في الشياذا. خاطر الناس اللي قاعدة تصنع في هذا النوع من المحتوي. راهوا لا يقاوم. قاعدين يعرفوا بالضبط في شنو انا عملو. انا اليوم قاعد نخدم في الراديو. نعرف اللي فهمه مواضيع معينة. اتنجم تجيب مئات الالاف متاع الفيوز. نعرف اني كي نجبت اسم فلان واسم فلتين. ونجبت عرض فلان ومرت فلتين وكذا. وهذا اللي قاعد ساير في التيك توك. راني باش نجيب الفيوز. لكن هلو وصلنا الى راذالتي انه الفيوز هذيك تسوى. انا نحكيه على عبد بالفاصل هذيك. ولا نفضحه اعراض الناس على مواقع التواصل الاجتماعي. هذي السؤال اللي لازمنا نجاوبو عليه. المعلومة اللي عندي انه حتى لو كان انتي تتفرج. اراك كي تسب في الكومنتارات. اراك تساهم في الانتشار. او الالغوريتم انتاع مواقع التواصل الاجتماعي. مايفرقلكش يقولك هذا ما قاعد يذم فيه. ولا هذا قاعد يشكر فيه. هذا محتوي به. ولا ليه. كي يلقى برشة مثلا نقد. ونقد ليضع تحت بعضه في كومنتارات. وهذا يحمس هذا. والاخر يحمس الاخر. وتولي المجتمعات. اراهو ينتشر. انا نسيحتي للناس الكل. حتى لو كان غلط وتفرجت. وإلا لزك اشكون. اترافير لتيترو. اترافير المواضيع. واترافير وكذا وكذا. ونحن نعرف كيفاش تصير. البزنس هذي الكلو. ميسيرش. لا تحط جيم. لا تحط كومنتار. الا غالب. تخل تفرجت حامل مسئوليتك. هذا البوان الولاني. البوان الثاني. اللي هو رأي شخصي بالنسبة لي انا. كبس كبس على التيك توك. هو استجداء. هو طلبة. اليوم اصبح طلبة مضخمة شوية. على مواقع التواصل الاجتماعي. المجتمع عمتانا فيه ناس تطلب في الرومبوانيت. المجتمع عمتانا اليوم مواقعنا. وليت فيها ناس تطلب على مواقع التواصل الاجتماعي. باهي انه فم لفتة باهي. من عند الدولة انها تدخلت في الموضوع هذه. لكن رأنا نحن الشعب. اللي فرضنا على الدولة اليوم. باش تدخل. وقت اللي تكاتفنا الناس الكل. وحكينا في الموضوع هذية الراديو هذا والراديو الاخر والاخر يطلع من جهته هو يحل يقول لي رأو مش معقول والاخر يقول مش معقول اعملنا ضغط على الدولة بيش انها تدخل بيش تحل المشكلة لمجموعة كبيرة والدولة يساعدها رأيو ينطلقى مشكلة متاع مجموعة كبيرة تدخل وتحل المشكلة ذاك يساعدها على الاخر نجاح بالنسبة لها هي هذا أن اليوم موقفنا مع بعضنا في موضوع معين لكن هناك باب الغدوة نقف مع بعضنا في مواضيع اخرى وإلا ليه يبقى هذا هو السؤال المطروح يبقى هذا هو السؤال المطروح نادية والله انا باش نقول فما في ارنا ناسينها في وسط هذية الكل يعني في الخضم هذية الكل فما في اصغيرات اللي هما معتا في وسط طخمة بالحق منها الرادئة برابي سمحني انا ولاية صغير اللي قومي بللي باش نكونترولي كما حكينا قبيلة ما نجمش انا انتبع بالضبط فيش نواتفرج دونك هما صغيرات في وسط هذية الكل قاعدين يبصر بيو في الشي هذية شو ما ما صيرهم بالحق صغير اذا كان تربع للحاجة هذي ويتفرش في هالي لايف هذو ما في الشي هذية بالحق شو ما بش يكون ما صير الجيل القدم هذة سؤال بالحق دونك بالحق الاجراء القانوني هذية اللي صار بالحق سانسولاجمان لللي بغام تعاليوما بلا حتى ابر الاجراءات القانونية اللي راها انبوان بوزيتيف ميبوان تطبيقها كيفاش بش يصير لازم يغفو عن تحضم لكن من جهة اخرى لازم احنا زادا كشعب واحنا ككونسوماتور لازم احنا زادا نساهم في انا ما نخليوش الظاهر هذي تدفاقم مازلنا المواصل معكم في ميزة جوغ شوية اخر بشي جي بعدنا